شفنا بياناتي ذارب بلح من مجموعة لكن بعد شنوه معنا يعني تقريبا برشا ولا ولا من اول ماتش معنا يعني سيرو حالات كما هكا برشا ولا والله للأسف ديما النادي الافريقي وقتا يبدأ يتجه نحو الاستقرار والتركيز على كيفية النهوض بالفريق والاعادة اللي شعاعه متاعه اللي ما تطلع حاجات معانتها توسيء الى النادي وتعطل معانتها الرجوع متاعه الى دائرة الضوء اللي صار البرحة بصراحة عار عار من فئة من جمهور النادي الافريقي اللي هم مثل المجموعات نرمى ما انت قايد مجموعة نرمى ما تتحكم في المجموعة متاعك وتكون سند للنادي متاعك وانت جاي بيش تعطي وهرها لفريق متاعك في الملعب وانت بيش تعمل دخلها بيش تنور بها لفريق متاعك اللي ما رعنوا المجموعات معانتها يوليوا يتعاركموا في بعضهم ويحاولوا انذار الناس من انهم يركزوا على البرفورمانسة على الكليب افريكان يوليوا يركزوا على ما تأتي هذه المجموعات وهو بصراح حاجة ما تشرفش النادي الافريقي انا اللي ننصح به المجموعات هدومة ارجعوا 15 سنة التالي و 16 سنة التالي شوفوا ماذا تفعل المجموعات في ملعب المنزة كان معانتها سبكتاكل معانتها جميل وخاصة ان لما فاز النادي الافريقي بالبطولة لو تتذكر مختار يعني تشوف لابور والاسهمات متاع المجموعات هذي تمشي فروق معانا تبدأ تتعارك في القرداء وشوف روتقاء سبب معانا تتافى خويا انقل معركتك ولا معارككم خارج الميدان برا اذا كان عندكم مجموعات في صفية وحسابكم حساباتكم بنات بعضكم على اشياء تافى ولا على معركة زعامات اخرج خويا وصفي مجموعاتك وصفي مشاكلك خارج التالي خلي النادي الافريقي الناس تخدم معانتها فيه ودوء خلي الناس تركز على عرضية الملعب خلي الناس تركز معانتها على ما يفيد النادي انا بخصوص المات شنونا نقول احسن حاجة للنادي الافريقي هو انه يصلح وهو منتصر البارح اللي يتحسن في النادي الافريقي شنوه هو فما تحسن كبير على مستوى في المرحلة الثانية والثالثة متاع اللعب اللي كان اسبابها اية مالك اللي كان كل ما يخو الكورة معانتها يلوج على حلول فما تنشيطة كبير في المرحل تين هذوما لكن اللي ينقص النادي الافريقي هي كمرحلة الاولى متاع اللعب انك تخرج بالكورة من اللول فما بطء كبير فما تلكليك في بناء اللعب اللول وفما كذلك مشكل في نوعية الضغط لأنه غيث صغير لعب لا يوجده الضغط يعني كي تعطيه أنت هو اللي يدكلانشي الضغط هو لا يوجد مع أنت تسكير زواية تمرير وكذلك السكانينغ المشكلة شنوه؟ المشكلة البارح في النادي الأفريقي هو كل ما تجي كورة شبيب العمران يقلقوا النادي الأفريقي يوصلوا للمنطقة الجزافة سلمون لأنه فما كان مشكل وخلال في وسط الميدان النادي الأفريقي صحيح قاعد يتحسن إما يلزم يلقى حلول المشكلة في وسط الميدان فما نوع من الخلال في وسط الميدان ونوعية اللعبين الموجودين اللي صار البارح هو شبيب العمران كما قال مجيد فما نوع من الدهشة في الشوط الأول والإمبهار وأنا حسيتم كانوا مفجوعين من اللعبين في الشوط الأول ما لعبوش جملة وحتى معناتها لا رينا شبيب العمران فريق متكتل ويلا بعلي كونت لا رينا فريق ضغطنا نحكي على الشوط الأول لا رينا فريق طلع وضغط على النادي الأفريقي رينا فريق معناتها واقف في وسط الميدان ورغم ذلك اللي دو بيفوهم بتاع النادي الأفريقي في عوض يخليوا اللي دو زكسيو هما يطلعوا بالكورة ويبنيوا اللعب لأنه النادي الأفريقي السناء توفر على زوج الملاعبية بهين ياسر في سقيهم ويجيدوا البلداب معناتها ملاعبية يعرفوا يبنيوا خليهم بهم خليهم يطلعوا بالكورة مش أنت جيو دو بيفوه خاصة نشوفنا في البناء علي يوسف مالدفاع إسلام معادي لثنين 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 لكورات الكل يكسر بهم لليل لكل قدام بلع إسلام وقتلت يبدأ فريق وقفلك في وسط الميدان كورجي يعرفوا ميزمش لزرير اللي دو بيفوه هما اليرجعوا ياخذوا كورة وبشيل انصيوا الهجمة لأنتي تخلي لزكسيو هما اليطلعوا صرتوا عندك دو زكسيو صنايعية وأنتي بره أمشي أساند على أطراف وإلا معنى أنت أعطي حلول في وسط الميدان في مرحلة متقدمة من اللعب بشكاكة تلقى حلول حاجة أخرى في النادي الإفريقي بصراحة الإنظافة منعدمة على مستوى الجوردو كلوار الصرارفي والزعلوني يعني لا فما دي دبلومو لا فما معنى الصرارفي معنى أنت يدخل وسط الميدان بشي يخلي الزعلوني يطلع ويساند لماذا يزعلوني يعني يوصل الانترنسيونال لشبيل مردود متاعه تراجع بشكل لافت يعني بصراحة لو النادي الإفريقي لابور متاع يدو جوردو كلوار كالسوار الأظهرة وإلا غيرهم يرجعون الفورمال معتادة متاعهم ويشوف حل على مستوى الميدان خاصة طريقة تلوعب الكورة النادي الإفريقي يتحسن برشة أنا اللي نقوله على جمهور النادي الإفريقي أن يصبر على المدرن خاطر قاعد يخدم في خدمة كبيرة حتى في الانترنمور راجل مازال يصلح في الوقفة مازال الراجل يصلح في البلاري كيف يتلاعب ومازال يصلح يفسر للناس كيف تعمل ديفونس في الزونة بتاعك كيف تضغط يعني شوية صبر تشوف النادي الإفريقي يرجع على مداره الطبيق